بسم الله وما زلنا في السلسلة بتاعتنا ما تستغربش ما تستغربش لما تدخل الصوضلية أزحقنا شرقية للإمساك ويسألك الدكتور في الصوضلية هذه الأسئلة الإمساك ده من كم يوم؟ والله من 3 أيام مثلا السؤال الثاني هل في أي أعراض غريبة في جسمك يعني ألم في البطن شديد مغص صداع عدم ارتياح بشكل عام؟ أبدا السؤال الثالث هل في أي أدوة ماشى عليها تقول له ما فيهش يسيد غير بس دوة الضغط اللي هو النورفاسك مدتة الفعلة اسمها أملو ديبين موجود في السعودية باسم أملور أملو كاردو هكذا وحبوب الكالسي منها أستو كير وحبوب الحساسية اللي هي اسمها الالارج فور اللي هي مدتة الفعلة اسمها كولور فنرامين موجودة باسم هستوبيا أخواننا في السعودية تمام؟ طيب الحاجات ده في أخواننا كلها تعمل إمساك يعني حبو الضغط تعمل إمساك الكالسي ما يعمل إمساك دوة الحساسية اللي هو من سميك فرست جنريشن أنت يستمينك دائما الإمساك يبقى إذا أمكن الفصل دوة الضغط الصبح والكالسي من بعد الظهر وياريت استبدال دوة الحساسية بالحاجات الجديدة شوية اللي هو تدين تلفصل وكذا خير وبركة والإكثار بقى من شرب المياه ما أمكن والحاجات اللي هي خضروات الفكهة على قدر المستطاع خاصة وإن الإمساك بس من ثلاثة أيام ومش عامل أي أعراض غريبة في الجسم تمام؟ نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم على خير ولا تنسوا اللي هيك والشير شكرا والسلام عليكم